رعى سيادة المطران خرستوفوروس عطى الله مطران الروم الأرثوذكس في عمان حفلة توقيع كتاب باركهما للكاتب قدس الايكونومس سمعان خوري راعي كنيسة القديس نقلاوس في بلدة الصريح شمال المملكة حضر الحفلة الذي أقيم في قاعة كتدرائية البشارة في العاصمة عمان عدد من الأباء وجموع من الحاضرين والمهتمين وألقى سيادة المطران خرستوفوروس كلمة أشاد فيها بالجهد الكبير للايكونومس خوري في إنجاز مؤلفه الجديد الذي وصفه بالعمل المتقدم أنا كتير سعيد مع كل الأباء الموجودين معنا ولكن أبونا سمعان هو من الأحد الكهني تمام نحن من اعتز فيه لمساهمته ولدوره في الكنيسة في العمل الكنيسي هو قام بي واللي أصدرناه هلأ نحن بكتاب اللي سميناه باركهما وبشكر كل اللي ساعدوا وساهموا في إنه ينوجد هذا الكتاب اللي عمله أبونا سمعان بدي أترك أبونا سمعان يحكي عنه ويحكي هو أكتر عن هذا الموضوع لأنه كتير مهم الأشياء المذكورة في داخل هذا الكتاب مهمة للأزواج مهمة للعائلة المسيحية ومن جهته ألقى الأيكونوم السمعان كلمة شكر فيها سيادة المطران على محبته وتكريمه في رعاية الحفل كما شكر جميع الأباء الكهنة وعموم الحاضرين على دعمهم الكامل ومشاركتهم بداية لابد من الشكر لصاحب الغبطة لإعطاؤه البركة بطباعة هذا الكتاب وأيضا شكر الكبير لصاحب السيادة المطران كريستوفوروس سيدنا والأخ والمرشد والعزيز والغالي على قلوبنا جميعا اللي من بدايات فكرة هذا الكتاب كان هو الداعم وهو الراعي وهو المشجع واللي بدوره كمان اطلع على النص وعطى ملاحظات عليه كل الشكر له قدس الإخوة الآباء الأجلاء اللي حضروا اليوم معنا وكل الشكر أيضا لكل من ساهم بأن يخرج هذا الكتاب إلى النور من البداية إلى النهاية وبشكل خاص أشكر قدس الآباء الأجلاء في رعية كاتدرائية العبدالي لترتيب هذا اللقاء اللي دايما بيحتضنوا بمحبة اللقاءات والآباء الكهنة ورعاية وإحنا بالخدمة أبونا حبيبي أبونا وأيضا بركة كبيرة أن يكون هذا الكتاب أحد من شورات دير السيدة العذراء والدة الإله اللي هو بالإضافة أنه بإذن سيدنا وبركة صاحب الغبطة تم نشر هذا الكتاب ولكن بركة كبيرة أن يكون أحد من شورات دير السيدة العذراء ينبع الحياة هذا الدير الذي يعتبر منارة روحية لأبنائنا في الأردن جميعا فمع صلوات رئيس الدير والأخوات الراهبات نرفع أيضا الدعاء لربنا حتى يبارك كل عائلاتنا كما هو اسم هذا الكتاب باركهما حتى دائما ربنا يعطي البركة والنعمة لكل العائلات حتى تكون فعلا هي كنيسة صغيرة في كل بيت اشتركوا في القناة